طبيعة الحال طبعاً اليوم يعني هذه القوة المحترضة يعني لا يمكن أن حصل القوة المحترضة بقوة الإطار التنسيق الشيعي فقط وإنما هناك كثير من الاعتراضات من كثير من القوة وربما معظم القوة المشتركة الآن في العملية الانتخابية معترضة سواء كان مرشحين مستقلين أو مرشحين في داخل القوام بل اليوم حتى مرشحين من التيار الصدري هناك منطعنا بالانتخابات الشيء الثاني القوة المحترضة هي من أكثر القوة وفي ذات قوة الإطار الاستراتيجي هي من أكثر القوة سياسياً يعني في ذات التمثيل السياسي ومن أكثر القوة جمهوراً بل من أكثر القوة أصواتاً يعني اليوم إذا نجمع الأصوات التي جمعت حسب ما أعلنت المفاوضية بغض النظر عن ما نقول أن الانتخابات فيها تزوير أو غير تزوير الأصوات التي أعلنت المفاوضية اليوم تشير إلى أن أصوات هذه القوة أكثر من أصوات الكتلة الصدرية كتلة الصدرية 623 ألف صوت بينما الفتح حصل على 650 ألف صوت الحكمة حصل على 400 ألف صوت بقيت القوة وبالتالي بحدود تقريباً مليون ونصف أو مليون من الأصوات هذه الأصوات طبعاً لجمهور أنت اليوم ما تستطيع أن تمنع جمهور لا هنا نتقعد تحتي أستاذ واثق عن قانون الانتخابات وقانون الانتخابات تم التصويت عليه بأغلبية شيعية يعني المشكلة داخل الوسط الشيع نعم 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 هو كيد القانون لدينا ملاحظات كثيرة على القانون لكن أنا أقول اليوم الجمهور الذي نزل إلى شارع هل بإعاز جهة معينة أو هل تبنت جهة بحد ذاتها هذه التظاهرات طبعاً أقول لا لكن ما الذي يمنع جهة سياسية اليوم أن تقدر إذا اليوم إذا بعض الجهة تقول ليس لديها جمهور اليوم يقول لك هذا جمهور إن كنت لا تصدق أنه ليس لدي جمهور وليس لدي أصوات هذا جمهور